سريعا نذهب إلى الدكتورة فاطمة لتحدثنا عن الاستطلاع الذي عكس رأي النخبة العربية مشكورة بسم الله الرحمن الرحيم العرب وإيران إشكالية العلاقة هذا الاستطلاع يقدم قراءة في موقف النخبة العربية تجاه إيران تشارك فيه 860 مستجيبا من 21 دولة أجري الاستطلاع من 30 سبتمبر إلى 30 نوفمبر 2015 استخدم أسلوب المعينة الطبقية العشوائية فئات المستجيبين كانت الفئة الأولى من السياسيين بنسبة 22% وعندما أقول سياسيين فأنا أقصد بذلك حزبيين رؤساء حكومات نيابيين وما إلى ذلك الفئة الثانية كانت النخبة الأكاديمية والفكرية وكان نسبتها 33% الفئة الثالثة من الصحفيين والإعلاميين وكانت نسبتها 26% والفئة الرابعة من التجار والصناعيين ورجال الأعمال وأصحاب المهن وكانت نسبتها 16% في حديثي هذا سيكون لدي تداعيات مخاوف أولا تقييم تداعيات مخاوف في التقييم مستوى العلاقات العربية الإيرانية على كافة الصعود اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية سيئة أسوأ مما ينبغي أن تكون عليه العلاقة وهكذا رأت النخبة العربية في 90% منها أيضا في تقييم النخبة العربية فإن مستوى العلاقات يتجه إلى أن يكون أسوأ مما هو عليه الآن الأسباب في رأي النخبة العربية فإن الأسباب تمحورت حول الدور السياسي والنفوذ التدخل في شؤون الدول العربية المشكلة الطائفية من يتحمل المسؤولية كما رأت النخبة العربية صناع القرار لدى الجهتين رجال الدين البيئة السياسية والثقافية لدى الجانبين هناك مسألة في غاية الأهمية عكستها الاستطلاع وهي الصورة والنموذج لإيران فكما تشاهدون سألنا عن صورة إيران بعد الثورات العربية ووجدنا لدى النخبة العربية أنها أسوأ مما كانت عليه قبل الثورات العربية وهناك قضية في غاية الأهمية أظهر الاستطلاع تتعلق بصورة إيران وتتعلق بالقضية الفلسطينية على وجه التحديد 88% رأوا أن إيران تستخدم القضية الفلسطينية لتعزيز نفوذها 90% اعتقدوا أن تقاعس الأنظمة العربية عن دعم القضية الفلسطينية عزز من النفوذ الإيراني وأيضا سألنا النخبة العربية هل تمثل إيران نموذجا يحتذا في الحكم وهذا سؤال ربما يطرح هذا اليوم بشكل كبير وإيران تحتفل بذكرى ثورتها كانت الإجابة 92% من النخبة العربية لا تعتقد أن إيران تمثل نموذجا للحكم أيضا نسبة قليلة وصلت إلى 6% قالت أنها تمثل نموذجا يحتذا في الحكم الأسباب للنظرة السلبية تجاه إيران أن إيران تدخلت سياسيا وعسكريا لدعم الاستبداد إفشال الثورات تعاملت بانتهازية ورجحت مصالحها اعتبرت الربيع العربي مهددا لمشروعها التداعيات والمخاوف التي عكسها الاستطلاع تلخصت بالتالي تصاعد الصراع وهناك خوف أو مخاوف كبرى من حرب بين العرب وإيران وصلت إلى تقريبا 50% هناك قلق من الصراع الطائفي وتعظمه بين العرب وإيران هناك قول أو اعتقاد بأن الصراع يصب في صالح إسرائيل الإعلام الإيراني ونتائج الاستطلاع كما رسدنا اهتم الإعلام الإيراني باستطلاع الرأي الذي أجرى مركز الجزيرة للدراسات نشر أخبار ومقطفات من الاستطلاع ركز على دعوة النخبة العربية لتعزيز العلاقات أبرز النتائج بأن الخلافات تصب في صالح إسرائيل تجاهل النتائج التي توجه النقد لإيران أو قلل من شأنها تجاهل تقييم موقف إيران من الثورات العربية ما تقوله نتائج الاستطلاع إيران كنموذج برأيه فشلت وهناك انهيار لصورة إيران في العالم العربي هناك مخاوف من زيادة الهيمنة الإيرانية هناك دعوة رغم كل ذلك لتحسين العلاقات 89% قالوا بأن هناك أرضية مشتركة دينيا وثقافيا وسياسيا الموقف العربي من إيران بناء على رأي النخبة العربية لا يتشكل على أساس طائفي بل على أساس سياسي والدليل أن رأي النخبة العربية في أسباب هذا الخلاف أعادوه إلى الصراع على الدور السياسي والنفوذ وتراجع السبب الطائفي ربما الثالث أختم بالقول أنه بالنسبة للنخبة العربية وكيف تعاملت مع الاستطلاع هناك مقالات كثيرة تناولت هذا الاستطلاع لكن أختم بالقول بمقالي لمحمد أبو رمان كيف تخسر أصدقائك المخلصين في خمس أعوام ختمها مضى الظهر الذي كانت تخشى فيه الدول العربية من القوة الإيرانية الناعمة التي خسرتها إيران تماما في خمسة أعوام وفي ظني أن هذا الاستطلاع يشكل دعوة لإيران أن تعيد النظر في سياساتها تجاه العالم العربي وأن تقرأ هذه النتائج بقلب مفتوح وشكرا